السلام عليكم وعزائي التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم بدرس العلوم في مدارس الإدريس الابتدائية الاهلية للصف الخامس ابتدائي درسنا لهذا اليوم هو العناصر الشائعة وخصائصها ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سأكون في نهاية هذا الدرس قادراً على أن أتعرف مجموعة العناصر الشائعة منها الكاربون والأكسجين والهيدروجين والحديد أميز العناصر من خصائصها أحدد بعض استخدامات العناصر الشائعة الآن نتقل إلى صفحة 96 الفكرة الرئيسية من العناصر الشائعة الكاربون والهيدروجين والأكسجين والحديد وتختلف العناصر في قابليتها على التغير الكيميائي اعتماداً على الخاصية الكيميائية لها هذه الفكرة الرئيسية الخاصة بدرسنا لهذا اليوم ما خصائص العناصر الشائعة؟ ما خصائص العناصر الشائعة؟ عدد العناصر المعروفة في الطبيعة 118 أنصر مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة أن عدد العناصر هو 118 أنصر 94 أنصر من هذه العناصر موجود في الطبيعة أما العناصر الباقية فتم تحضيرها من قبل الإنسان تختلف هذه العناصر في نسب وجودها واستخداماتها فمنها ما له أهمية كبيرة في حياتنا ومن أهمها الكربون والأوكسجين والهيدروجين والحديد لذا نعتبرها عناصر شائعة تختلف العناصر في قابليتها على التغير الكيميائي فمثلا يتغير الحديد بسهولة عند تعرضه للهواء الجوي إذ يصدق أما أنصر الكربون فلا يتغير مهما تعرضه للهواء الجوي ويعود هذا الاختلاف بسبب الخاصية الكيميائية أعزائي التلاميذ أنصر الحديد عند تعرضه للهواء راح يتغير ويكون لطبقة وهذه الطبقة تسمى الصدق إذن يتغير عند تعرضه للهواء الجوي أما أنصر الكربون فلا يتغير مهما تعرض للهواء الجوي ويعود هذا الاختلاف بسبب الخاصية الكيميائية إذن ما هو تعريف الخاصية الكيميائية أو ما هي الخاصية الكيميائية نجي نعرفها وهي قابلية المادة على التغير الكيميائي ينتج عنه مواد جديدة نعيد التعريف وهي قابلية المادة على التغير الكيميائي ينتج عنه مواد جديدة الآن يجينا السؤال لماذا تختلف العناصر في قابليتها على التغير الكيميائي راح يكون جوابنا بسبب الخاصية الكيميائية الآن أعزائي التلاميذ راح ناخذ أول انصر من العناصر الشائعة هو الكاربون شنه هي خصائصه وشنه هي صفاته انصر كيميائي من العناصر الشائعة حيث يحتل المرتبة الخامسة عشر في ترتيب العناصر في الطبيعة ويصنف من مجموعة اللافل الزات وكننا عرفنا ان صفات اللافل الزات هي انه ليس لها بريق معدني وليس لها القابلية على الطرق والسحب وليس لها القابلية على توصيل الحرارة والكهرباء وايضا انه هي أغلبها غازية باستثناء الكاربون يكون صلب هش ويوجد الكاربون في الطبيعة بصورتين هما الماص والكرافت يخترق الكاربون بسهولة ولكنه لا يساعد على الاحتراق ولا يذوب في الماء هسا يجينا السؤال ما هي خصائص الكاربون او ما خصائص الكاربون راح يكون عندنا الجواب النقطة الاولى عنصر كيميائي من مجموعة اللافل الزات يحتل المرتبة الخامسة عشر في ترتيب العناصر في الطبيعة ثانيا يوجد الكاربون في الطبيعة بصورتين هما الماص والكرافت ثالثا يحترق الكاربون بسهولة ولكنه لا يساعد على الاحتراق رابعا لا يذوب في الماء ننتقل الى صفحة 97 العنصر الثاني من العناصر الشائعة هو الاكسجين عنصر يوجد في الطبيعة في حالة الغازية وهو غاز عديم اللون والطعم والرائحة ولا يحترق ولكنه يساعد على الاحتراق ويذوب في الماء بكميات قليلة الآن يجينا السؤال ما هي خصائص الاكسجين راح يكون جوابنا اولا يوجد في الطبيعة في الحالة الغازية ثانيا غاز عديم اللون والطعم والرائحة ثالثا لا يحترق ولكنه يساعد على الاحتراق رابعا يذوب في الماء بكميات قليلة هذه خصائص الاكسجين العنصر الثاني من العناصر الشائعة الآن ناخذ الهيدروجين نشوف شنو الصفات او خصائص الهيدروجين يعتبر من اخف العناصر اذ يتواجد دائما في طبقات الجو العليا يجينا السؤال لماذا يتواجد الهيدروجين دائما في طبقات الجو العليا راح يكون جوابنا لانه من اخف العناصر لهذا يوجد في طبقات الجو العليا وهو غاز عديم اللون والطعم والرائحة يحترق ولكنه لا يساعد على الاحتراق ولا يذوب في الماء اذا ما هي خصائص الهيدروجين اولا راح يكون جوابنا اولا يعتبر من اخف العناصر اذ يتواجد دائما في الطبقات الجو العليا ثانيا هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة ثالثا يحترق ولكنه لا يساعد على الاحتراق اربعة لا يذوب في الماء العنصر الاخير هو الحديد يعتبر الحديد من ارخص المعادن ويوجد في القشرة الارضية على صورة خامات ويمتاز بصلابته ولذلك يستخدم في تشييد المباني والجسور ويتأثر عنصر الحديد بالهواء الجوي حيث يكون صدأ الحديد الذي يسبب خسارة اقتصادية كبيرة في جميع مجالات الحياة اذا ما هي صفات الحديد اولا يعتبر الحديد من ارخص المعادن ثانيا يوجد في القشرة الارضية على صورة خامات ثالثا يمتاز بصلابته ولذلك يستخدم في تشييد المباني والجسور رابعا يتأثر عنصر الحديد بالهواء الجوي حيث يكون صدأ الحديد هذه صفات وخصائص عنصر الحديد الآن ننتقل الى صفحة 98 ما العلاقة بين استخدامات العناصر وخصائصها استخدامات الكاربون يستخدم الكاربون بصوره المختلفة في مجالات كثيرة من الحياة فهو يستخدم اولا بكميات كبيرة في انتاج الحديد الصلب واقلام الرصاص والبطاريات الجافة وفي صناعة حبر المطابع واقلام رسم اللوحات الفنية ثانيا يعتبر الماس من اثمن العناصر الموجودة في الطبيعة ويستعمل في صناعة الحلي والمجوهرات ثالثا وهو واحد من اصلب العناصر لذا يستخدم في قطع الزجاج والمجوهرات هذه استخدامات الكاربون الآن ننتقل الى استخدامات الاكسجين يعد غاز الاكسجين احد مكونات الهواء الجوي والذي تتنفسه الكائنات الحية ولولا اهلن عدمت الحياة وعلى الرغم من استهلاك الغاز في عمليات التنفس والاحتراق الا ان هذا النقص يعوض باستمرار من قبل النباتات التي تطرحه نتيجة صنع غذائها بعملية البناء الضوئي وبذلك تبقى نسبته ثابتة في الهواء الجوي يستخدم غاز الاكسجين في المستشفيات ومراكز الاسعاف لعلاج الكثير من حالات الاغماء او الاغتناء او الغرق وبعض الحالات المرضية لانقاذ المرضى الذين يعانون صعوبة في التنفس كما يستخدم في اجهزة تنفس رجال الاطفاء عند قيامهم باخماد الحرق وكذلك الغواصين وعمال المناجم ومتسلقي قمام الجبال العالية وفي السفن الفضائية الحاملة لرواد الفضاء هذه هي كلها استخدامات الاكسجين الان نتقل الى استخدامات الهيدروجين صفحة 99 انقام استخدامات الهيدروجين هو وقود للصواريخ والمركبات الفضائية بعد خلطه مع الاكسجين ويستخدم الهيدروجين ايضا في صناعة زيوت الطبخ كما يدخل في صناعة المواد المعقمة لجميع الجروح اخر موضوع لدرس اليوم هو استخدامات الحديد يتم الحصول على عنصر الحديد بطراغ صناعية من القشرة الارضية ويستخدم في تشييد المباني والجسور وتصنيع السيارات والآلاس وهياكل السفن الكبيرة كما ويستخدم الحديد الممغنط في اجهزة الحاسبات والتلفزيون ولعب الاطفال ويدخل عنصر الحديد في تركيب النباتات الخضراء مثل الكرفس والسبانة والفلفل بكميات قليلة كما يوجد في جسم الانسان حيث يحتاجه الجسم لانتاج البروتينات مثل الهيموغلوبين لذلك يسبب نقصه في جسم الانسان مرض فقر الدم الآن اعزائي التلاميذ ننتقل الى صفحة 100 مراجعة الدرس الفكرة الرئيسية اولا ما الخاصية الكيميائية عرفنا الخاصية الكيميائية وهي قابلية المادة على التغير الكيميائي وينتج عنه مواد جديدة هذا هو تعريف الخاصية الكيميائية المفردات ثانيا ما العنصر الذي يساعد على الاحتراق ويتوفر بكميات كبيرة في الهواء الجوي راح يكون جواب النقطة الثانية هو الاوكسجين الاوكسجين يساعد على الاحتراق وايضا يوجد بكميات كبيرة في الهواء الجوي ثالثا ما العنصر الذي يزدأ عند تعرضه للهواء الجوي راح يكون جوابنا هو عنصر الحديد عنصر الحديد يصدأ عند تعرضه للهواء الجوي أربعة قارن بين استخدامات كل من الكاربون والحديد اعتمادا على خصائصهما استخدامات الكاربون والحديد كناها سابقا أثناء الشرح صفحة 98 وصفحة 99 المفاهيم الأساسية اختر الإجابة الصحيحة خامسا أي مما يأتي يعد من أرخص العناصر أليف الاوكسجين باء الهيدروجين جيم الكاربون دال الحديد الجواب راح يكون دال الحديد هو من أرخص العناصر سادسا عنصر يستخدم في تشييد المباني والعمارات أليف الحديد باء الكاربون جيم الهيدروجين دال الأوكسجين راح يكون جوابنا أيضا أليف الحديد هو يستخدم في تشييد المباني والعمارات التفكير الناقد سبعة لماذا يستخدم الماس في قطع الزجاج راح يكون جوابنا لأنه من أسلاب العناصر لهذا يستخدم في قطع الزجاج إلى هنا عزائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء في الدرس القادم